ناقش ثل من الخبراء والمسؤولين في إطار فعاليات الدورة الرابعة والأربعين لموسم أصيل الثقافية الدولي أهمية التعاون الطاقي مع الإشادة بالخبرة المغربية في المجال وانكب المشاركون في جلسة نقاش بعنوان تحديات السلم الأهلي ببلدان الصحراء الكبرى على أهمية التعاون بين البلدان في مجال تعزيز الأمن الطاقي من أجل تحقيق اندماج اقتصادي أفضل اعتبر المتحدثون أن التعاون يعتبر من بين الآليات القادرة على إخراج هذه المنطقة من مأزق عدم الاندماج في أفق تحقيق السمرار وسلم دائمين وأكد أنس عبدون المحلل السياسي المتخصص في شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأن المغرب بفضل وكالاته وسياساته العمومية في مجال دعم الطاقات الشمسية والريحية يمتلك خبرة حقيقية يمكن وضعها رهن إشارة بلدان الصحراء الكبرى لا سيما مالي والنيجر وبلدان الساحي وأوضح المشاركون في هذه الندوة بأن التكامل الإقليمي الذي يقوده المغرب ونيجيريا من شأنه أن يشكل مصدرا لإطلاق شرارة التصنيع بالنسبة لكافة منطقة الصحراء الكبرى كما يشكل مصدرا لتعزيز الريادة في مجال التعاون الإقليمي أنا تكلمت بالأساس عن موضوعين عن إشكال تطور عدم الاستقرار والعنف في منطقة الصحراء الكبرى وبدأت أولا بيطاء نموذج جدير بالاهتمام وهو المقاربة الموريتانية يعني أنها ساهمت لأنها موريتانية كما تعلمون ووراة استقرار الآن في هذه المنطقة الملتهبة وأكد أن المقاربة الموريتانية تعتمد على التنمية والأمن كلازميتين من حيث إيجاد دعم طبقات الهيشة من خلال عدة برامج وكذلك مقاربة ناعمة تعنى بإيجاد آليات تأخذ عن اعتبار المناطق التي يأتي منها الخطر لأن هناك أخطار لانا مطيئة وبالتالي يجيب تطوير آليات مناسبة لها ومن جانبه اعتبر المدير التنفيذي لمعاد المستقبل الإفريقي أليونسال أنه من الضروري وضع تجميع وتوحيد الموارد الطبيعية والمهارات لتعزيز السلام ودعم التنمية ببلدان الصحراء الكبرى وقال أنه من الضروري إرساء تعاون متعدد الأبعاد والقطاعات من أجل تلبية حاجياته وانتظارات الساكنة المحلية أنت أولا هذه الفرصة ليقدم تعزيز حارة رجلات الملك والشعب المغربي الشقيق على ضحايا الزلزال المدمر الذي دمر جزو من الوسط للمملكة المغربية وأترحم على الشهداء طبعا أشارك في هذه الندوة وأعبر عن سعادتي ككل مرة بتواجدي هنا في أصلاف المملكة المغربية في هذه المرة نتحدث عن الصحراء الصحراء الكبرى قضايا الأمن قضايا السلام الأزمات التي تعيشها هذه المنطقة وكيف نتمكن من تقييم الأوضاح التي استجدت بعد مجموعة الانقلابات التي حصلت في هذه المنطقة ونتدارس ونتبادل جهة النظر حول حلول ممكنة تساهم في تخفيف أثار هذه الأزمات التي تشحدها ومطقة السحراء السحراء وتتطرق الدورة الرابعة والأربع لموسم أصيلة تقافية الدولي والدورة السابعة والثلاثين لجامعة المعتمد بن عباد المفتوحة المنعقدة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلال الملك محمد السادس بمبادرة من مؤسسة منتدى أصيلة بشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل وبلدية أصيلة إلى غاية السادس والعشرين من أكتوبر الجاري سلسلة من الندوات وجلسات النقاش التي سيؤثرها أزيد من ثلاثمائة شخصية ومتحدث رفيع المستوى إلى جانب برنامج تقافي وفني غني عبد المالك العاقل لقناة اليوم 24 أصيلة 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 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر